وحتى بقى كانت زي روا بالظبط كانت بتتبعني من وانا بقدم كلام من القلب او الدين والحيا وكانت صغيرة خالص كانت في عدادي وبعدين دخلت سنوي من غزة من غزة فلسطين والحياة بنوتة رقيقة و جميلة كان اسمها لينا وهي موجودة حبيبتي انا ما كنتش ببقى فاهمة هو الناس يعني بيحبوني قوي يعني الحمد لله يعني كانت بتحبيني وكانت برضو ما كانش فيه بقى زي زي دلوقتي الفيديوهات والستوريز والكلام ما كانش فيه الكلام ده خالص اموت وعرف احنا وصلنا لبعض ازاي كانت بتبعتلي على الفيسبوك تقريبا بتبعتلي على الفيسبوك او حاجة على صفحة الدين والحياة او حاجة كده وبعدين عملتلي قناة على اليوتيوب بتاعتي وبقت نزلي عليها في وكان نفسها وامنية حياتها تيجي مصر وهاكت عايشة في غزة ويا ما القصف بقى والكلام ده كله والحان هي جت مصر السنة اللي فاتت ساعة مطش تقريبا كاسي الامم الافريقية كان المطش ساعتها بتزيع وهي قالتلي ده انا في مصر ونفسي اعدي عليكي حاجة وجابتلي زي منديل او حاجة كده عليه الشغل بتاع فلسطين حاجة زي كده اللي هو الشغل بتاع فلسطين ده بقيتلي جهدية بسيطة اسمها لينا لينا حسين حبيبتي حبيبتي بحبها حب فظيئة بس هي هادية قوي وفضلت معيه على تواصل سنيين لغاية ما دخلت الجامعة وتخرجت واشتغلت كلمتها مبارح مخضوضة لما شفت الضرب طبعا خدت رقم تليفونها وبتاخد رقم تليفونها مش غير مزعجة بالمرة رئيئة رئيئة السنين وفضيعة الحقيقة لينا متعلمة كويس قوي ديسنت رقية في طريقة كلامها رقية جدا لما عملتلي قناة على اليوتيوب زمان وانا مكنتش مهتمة قوي بقناة اليوتيوب دي يعني ما كانش فيه الفكر بتاع اليوتيوب والسوشيال ميديا كناش متخيلين ان السوشيال ميديا هتبقى مهمة قوي للدرجات دي والناس تتابعها اكتر من التلفزيون احنا كلهم نتابع على التلفزيون ما نعرفش بقى انه هيدخل كده معانا السوشيال ميديا وتتابع كمان بكسافة زي التلفزيون ممكن اكتر كمان فعملتلي القناة وكانت هي اللي عاملة اليوزر نيم والباسورد والبتاع والقناة كده وبعدين لما جيت انا بقى احط محتوى على القنوات بتاعتي والسوشيال ميديا قلتلها وانت حافظة الباسورد ممكن تديهالي وقالتلي طبعا انا عاملة هالك طبعا وقامت مديهالي الحقيقة دي حاجة يعني عملت هالي من نفسها من غير مطلب انا اتصلت بيها مبارح اتصلت بيها مبارح اتطمن عليها وطلع يالينا طمنيني عليكم انتو انتو عامين ايه اهل كويسين اخواتك عيلتك كاشتك انتو كويسين ردت علي طبعا صوتها صوتك يالينا كبر كبر كتير قالتلي الحمد الله احنا بخير احنا بالبيت احنا بخير الحمد الله هو بالليل القصف بيبقى مرعب قس احنا عايشين لا هلأ عايشين يا رب انا انتو مش ادرا حكيلكو انا قلبي معصور وتاتا ما تعرفوش تروحو في حتة بغاية اما القصف داي يوقف قالتلي لا لا تنفيش حد من قريبكو في بلد تانية تسافر وتقعدوا عنده يعني قالتلي لا ما نعرفش واحنا قاعدين ومش هنمشي انا دايما بقول انا يهمني اللحم والدم الناس 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 اهلين او حبايبنا انا دول اللي يهموني احنا ما يهمناش اي حاجة غير الناس الناس الطيبة المحترمة اللي بيحبونا طول عمرهم اللي كانوا برضو قلقانين علينا وما يتمنلناش الازية يحبوا مصر ويحبونا ويحبوا المصريين احنا قلقانين عليهم واحنا كمان بيحبوهم ويا رب بيفك عنهم اي يعني اي قرب هم عايشين فيه واي حرب واي قرف من اللي بيحصل ده شكرا لكم احنا موجود فوق شكرا